اشتركوا في القناة كانت تبحث دائماً عن طرق للتعبير عن الأفكار والمنتجات لطرق مبتكرة وجداد تعمل سرت في شركة تسويق كبيرة لكنها تشعر بأن هناك فاقت لإحداث تغيير حقيقي في صناعة الإعلان في يوم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة قررت سرت أن تستخدم هذه المناسبة لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز قوة وإلهام النساء في مجال التسويق والإعلان قامت بتأسيس منصة افتراضية تسمى نساء الإبداع حيث يمكن للنساء المشاركة والتعاون وتبادل للأفكار والمعرفة في هذا المجال توجهت سرت إلى النساء المحترفات في جميع أنفع العالم ودعتهن للانضمام إلى المنصة ومشاركة تصاصرنا وخبرات بدأت تنظيم ورش عمل افتراضية وندوات تعليمية لتبادل المعرفة وتعزيز المهارات اللازمة في مجال التسويق والإعلان سرة أدركت أن التمثيل النسائي في هذا المجال مهم جداً لذا قامت بإشراك النساء القائدات والمبدعات في صناعة الإعلان كمتحدثات رئيسيات في المنصة تمكنت من توفير منصة للصوت النسائي والتعبير عن الإبداع والموارد مع مرور الوقت أصبحت النساء الإبداع مرجعاً هاماً في صناعة التسويق والإعلان تمكنت سرت من تطوير شبكة واسعة من النساء المبدعات وتعزيز التعاون والتضامن بينهم كما حققت العديد من النجاحات والتكريمات على المستوى الدولي للمساهمة في تغيير صورة المرأة في هذا المجال وتعزيز مساهمتها الكبيرة وبالتالي في يوم الاختفال باليوم العالمي للمرأة تكرم سرة نفسها ونساء العالم التي يعملنا في مجال التسويق والإعلان وتعزيز رئيسها يوم الاختفال باليوم العالمي للمرأة هو فرصة رائعة للاختفال بإنجازات النساء وتكريم مساهماتهم في مختلف المجالات نحن بخاجة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تفوق النساء في جميع جوانب الفياد لا تنسى الإعجاب والتعليق والاشتراك بالقناة شكرا لك على وجودك معني مكي اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة سنوية مهمة تحتفل بها في الثامن من مارس تأسس اليوم العالمي للمرأة تكريم المساهمات الكبيرة والإنجازات التي حققتها النساء في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة والسياسة إنه أيضا يوم لزيادة الوعي بقضايا المساواة بين الجنسين وفقوق المرأة تاريخ الاختفال باليوم العالمي للمرأة يعود إلى عام 1911 عندما تمت مبادرة هذا اليوم لأول مرة بواسطة نساء نضاليات في مختلف دول العالم منذ ذلك الحين أصبح اليوم العالمي للمرأة حدثا عالميا يختفل به في العديد من البلدان والمجتمع تتم اختفالات اليوم العالمي للمرأة عبر فعاليات مختلفة بما في ذلك المسيرات والمظاهرات والمؤتمرات والندوات والعروض الثقافية تركز هذه الفعاليات على تسليط الضوء على قضايا المساواة بين الجنسين مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية وتعزيز حقوق المرأة والفتيات في جميع الحاق العالم بشكل عام يعد اليوم العالمي للمرأة فرصة للتعبير عن التضامن والدعم لقضايا المرأة ودعوة للعمل من تجري تحتيق المساواة بين الجنسين في جميع جوانب الفيان في اليوم العالمي للمرأة يمكننا أن نجد طرقا مختلفة للتعبير عن دعمنا وتخفيز المساواة والاحترام للنساء في جميع نفاع العالم أحد الطرق هي المشاركات في التشجع على كسر الفواجز وتحدي الصور النمطية وتعزيز تقدير جميع النساء ومساهماتهن المتنوعة يمكنك البدء بنشر صورتك الشخصية مع لافتة من القلب تعبر عن دعمك للمرأة على وسائل التواصل الابتماعي ولكن لا تتوقف عند ذلك كن بالتعرف على وجهات نظر ومساهمات النساء من مختلف الثقافات والمجتمعات وشارك قصصهن والتجاربهن يمكنك أيضا دعم النساء في المجالات المهمشة والمجتمعات ذات الاحتياجات الخاصة والعمل على تعزيز التضامن والتمكين تذكر أن الهام الآخرين لفهم وتقدير مشاركة المرأة يساغم في بناء عالم الأفضل وعندما تشعر النساء بالانتماء والأهمية والتمكين يتم تخطيق تقدم حقيقي نحو المساواة والعدالة ترجمة نانسي قنقر